يوسف ذنون عبدالله شيخ الخطاطين العراقيين وفقيه الخط العربي ولد في مدينة الموصل عام 1931 ودرس فيها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ثم تخرج من الدورة التربوية ذات السنة الواحدة عام 1951 عين بعدها معلما في مدرسة المحلبية ثم انتقل إلى العمل في العديد من المدارس في الموصل برع منذ صغاره في الرسم وإجادة الخط العربي ثم عزز ذلك بدراسة الخط والتربية الفنية في معهد المعلمين ليبدع في كتابة الخط بمختلف أنواعه حتى نال الإجازة من الخطاط العثماني الشهير الشيخ حامد الآمدي عام 1966 عقد العديد من الندوات والمحاضرات في تأريخ وتطور الخط العربي وشارك في الكثير من معارض الخط العربي في العديد من البلدان وله آثار فنية في الخط ولوحات على الكتب والمجلات فضلا عن كتابته لوحات لأكثر من 188 جامعا له العديد من المؤلفات مثل درس التربية الفنية وخلاصة قواعد خط الرقعة ومبادئ الزخرفة العربية وغيرها الكثير ويعد من أبرز العلماء في التراث الخطي عند العرب وتتلمذ على يده الكثير من الطلاب في العراق والوطن العربي والعالم وبرز منهم خطاطون معروفون عربيا وعالميا احتفت به العديد من المؤسسات الخطية والعلمية والفنية والثقافية في العراق والوطن العربي وكرم من قبل الرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر عام 1972 أحيل إلى التقاعد عام 1981 إلا أنه استمر في ممارسة الخط على النحو الذي كان عليه سابقا فافتتح مركز يوسف ذنون المختص بالدراسات والأبحاث التاريخية والفنية توفي ذنون عن عمر ناهز 81 عاما في مدينة الموصل لتظل أعماله الفنية ومؤلفاته سيرة تروى عبر الأجيال